اشتركوا في القناة وموعد جديد من حصصي العربية في التاسعة اخترنا اليوم نصا من النصوص ضمن المحور الرابع الفنون للكاتب هو في الأساس سنرى ذلك هو محل النفسي وعنون النص في الرسمي شفاء ننطلق في قراءة النص سيدتي من خلال الرسمي يمكن للإنسان أن يسيطر على الموضوعات والأشياء التي يرسمها والتي تشكل له قلقا وتوترا والإنسان القديم مثلا رسم الحيوانات المفترسة مما ساعده في السيطرة عليها ومكنه من تخفيف خطرها وأعطاه إحساسا بالأمان والقوة ويعتبر التعبير والتنفيس الانفعلي من خلال التعبير عن النفس وانفعالاتها ورغباتها وخيالاتها وكل ما يدور في العقل والنفس أسلوبا مفيدا من الناحية النفسية وتشترك الفنون بأشكالها المتنوعة إضافة للتعبير اللغوي الكلامي في هذه الوظيفة التعبيرية التنفيسية وفي الوقت الحالي لدينا مجموعة من الأساليب التي تطورت وأصبحت أكثر تخصصا مثل العلاج بالفني والعلاج بالتمثيل والعلاج بالموسيقى ويتميز التعبير عن طريق الرسم بأنه يبدع أشكالا وسورا يمكن النظر إليها والاحتفاظ بها وأيضا تبادلها وعرضها على الآخرين وهكذا يكون العمل الفني المنتهي تجيعا الذاتي وتقوية لها ودعما ويمكننا أن نقولا إن الرسم هو السعمال المنظم للخيال والحلم وفيه حرية وتلقائية تعبيرية عن مكونات النفس وعن آلامها ومعاناتها وخيالاتها من خلال الصور واللون والتشكيل والرموز وفيه يمكن إعطاء شكل وصورة لأشياء لا يمكن الحديث عنها في كلمات بسبب الإنفعالات الشديدة المرتبطة بها أو بسبب التناقضات العديدة والفوضى التي تتفاعل في داخلنا وفيه حوار مستمر شعوري ولا شعوري بين اللوحة والفنان الذي يرسمها ويضيف لونا أو يعدل شكلا إلى أن يرضى عن عمله ويعتبره منتهيا والرسم هو نوع من اللعب بالمعنى النفسي العميق وفيه الترويح والتسلية والسعمال الأدوات بمهارة بعضهم يرسم وهو في حالة شراح وصفاء وبعضهم يرسم في حالة اكتئابية كي يسيطر على حزنه ويأسه وبعضهم يرسم في حالات القلق والخطر والتوتر مما يساعده على التخفيف من توتره ويعطيه السرخاء وانتصارا وإحساسا بالروعة والإنجاز وبعضهم يرسم كي يؤكد ذاته ويثبتها والفن عمل ذو هدف وهو بذلك يختلف عن الحلم والخيال ولسيما في حال الفنانين المحترفين ويتميز الفنان بقدرته على الدخول إلى مناطق لا شعورية تمتلئ بالمكبوتات والرغبات والمخاوف وهو يستطيع أن يحول أشياء ثقيلة ومتناقضة وغامضة وصعبة التحمل إلى أشكال وصور يمكن فهمها واحتمالها كما أنه يستطيع أن يتراجع إلى مراحل الطفولة وذكرياتها المتنوعة وأن يعبر عنها بدرجة من الضبط والسيطرة تخدم ذاته وشخصيته والفنان يعيد إنتاج واقعه الذاتي وواقع ما حوله برؤية جمالية وفنية جديدة ويمكن له أن يحاكي الطبيعة وما فيها ويمكن أن يخلق أعمالاً وإبداعات تجعله يقارب السحرة والمشعوذين في الخيال في الخيال العام وهو يحقق أمنيات نرجاسية في خلق الأشياء والصوري مما يجعله يتبوأ منزلة خاصة تتضارب حولها الآراء بين مشجع ومؤيد وبين ناقد ومسفه حسن المالح مأخوذ بتصرف من كتاب الطب النفسي والحياة الجزء الثالث سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف للمؤلفين وهذا النص موجود في الكتاب المدرسي نرجو تلاميذاتنا الأعزاء الرجوع إلى هذا النص وقراءته أكثر من مرة ننطلق في تحديد أهدافنا ككل نص من النصوص نبتغي أن نلجى إليه وأن نحلي له انطلاقا من هدفين اثنين الهدف الأول وهو هدف فني والهدف العفوة معنوي التعرف إلى مميزات فن الرسمي ووظائفه وهذا هدف مضموني معنوي والهدف الثاني وهو هدف فني تبين المعاجم المستخدمة في بيان وظيفة الرسم والفن عموما باعتبار أن الكاتب كما سنرى هو محلل نفسي يعني سيعتمد معجما خاصا بعلم النفسي بعلم النفسي نعم التقديم المادي نص تعريفي تفسيري كتبه حسين المالح مقتطف من كتابه الطب النفسي والحياة الجزء الثالث الصادر سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف ورد في الصفحة السادسة والعشرين بعد المائتين من كتاب النصوص أنوار الكاتب حسين المالح طبيب نفساني سوري ولد بدمشق سنة خمس وخمسين وتسعمائة وألف ألف كتاب التب النفسي والحياة في ثلاثة أجزاء ومنه نصنا هذا وله دراسات في الخوف الاجتماعي هل يختلف تعريف أو قراءة طبيب نفسي للفنو ونحن أستاذنا حدث اليوم عن فن الرسم عن نظرة أجيب أو عن نظرة فنان أو فنان يعني هذا سنذكره لاحقا ولكن سنمهد سنمهد يمكن أن نقارن بين هذا النص في أسلوب كتابته والفكرة التي اعتمدها الكاتب باعتباره طبيبا نفسيا مع نص آخر لناقد وهو أستاذنا رحمه الله توفيق بكار يريك ما لا ترى وسنرى هذا النص قد حلل فيما سبق وسنرى أن لكل نص ترائقه في الكتاب ومعجمه الخاص ولكنهما يتفقان وهذا ما سنصل إليه في آخر النص إذن صورة للكاتب وصورة لمؤلفه الطب النفس والحياة الموضوع يعرف الكاتب فن الرسمي ببيان مميزاته ووظائفه مبرزا دور الفنون عامة في علاج الأنفس وتحريرها أقسام النص اخترنا معيارا وهذا النص سنرى فيه اختلافات وجهة نظرنا التي اعتمدناها في نصنا هذا هي المراوحة المعيار المعتمد بين الخاص والعام إذن ما يتصل بفن الرسم والعام ما يتصل بالفنون عامة وقد ذكرت ذلك في الموضوع سيدتي القسم الأول مميزات فن الرسم ووظائفه الإشارة إلى المقاطع الخاصة بفن الرسم والقسم الثاني وظائف الفنون النفسية العلاجية عامة وهنا الإشارة إلى المقاطع الخاصة بالفنون عامة عنوان نصي كيف ورداء إذن نحويا في الرسم شفاء ورد العنوان جملة اسمية بسيطة خبرها مقدم لأنه مركب جر أما المبتدأ فورد اسما نكرة شفاء إذن هو المبتدأ وفي الرسم هو الخبر الذي قدمه نعم يحيل المبتدأ شفاء معنويا على وظيفة من وظائف هذا الفني هي الوظيفة التنفيسية أي عملية التداوي بالفن وهذا ما سنراه لاحقا نعم الوحدة الأولى وظائف الفنون عامة فنيا قد ذكرنا ذلك أننا سنعتمد المعجمة المعجم المعتمد تابعوا معنا السادة التلميذ والسادة المشاهدين القسم الأول من نص نجد معجما هو يسيطر على القلق والتوتر ساعده في السيطرة مكانه من تخفيف الخطر إذن وظف الكاتب هذا المعجم الدال على الصراع والنزاع لبلوغ نتيجة نفسية شعورية هي الإحساس بالأمان فرسم يفضي إلى سيطرة وسيطر غايته أمينة واطمأنة إذن نحن أمام فعل يعتمد العقل ليس فعلا اعتباطيا الرسم ليس فعل اعتباط هو فعل نابع من وعي من إدراك وسيذكر الكاتب بصريح العبارة هذا في القسم الثاني من النص فسنرى ذلك رسم ليسيطر ثم بعد أن حقق السيطرة ماذا حدث؟ أمينة واطمأنة وهذا ما يتعلق بالجانب النفسي صيررة الحجاج قامت على فكرة الانتلاقي فن الرسمي هو وسيلة الإنسان لإدراك الشعور بالأمان الحجة المعتمدة تاريخية الإنسان البدائي رسم عدوه الحيوانات المفترسة ليحد من خطره إذن في اعتقادي أو حسب مفهومي الكاتبي تمكن الإنسان البدائي بهذه الحجة من السيطرة على عدوه والتغلب عليه بفضل الرسمي عندما رسم على جدران الكهوف هذا العدو استطاع أن يتمثله أن يتصوره أن يتشخصه وبالتالي فكر في طرق للتغلب عليه صحيح ونذكر هنا بكتاب لجون جاكروسو محاولة في أصل اللغات يعتبر أن الإنسان احتاج إلى اللغة لاحقاً لأن الإنسان كان بإمكانه أن يعبر فقط بالرسم أولى التعبيرات كان الرسم ولكنه احتاج فيما بعد إلى اللغة حسب الكاتب لجون جاكروسو ليعبر عن مسائل أعمق وهذا النص نرى أنه يختلف مع هذه الفكرة وأيضاً فيما بعد سنقيم مدى وجهة كل فكرة باعتبار أن كل منهما يدافع عن موقف ما معرفة العدوة تمثله في الرسم أي رسم هو خطوة أولى للتغلب عليه ثم لبلوغ حالة التمأنينة أو كما قلنا أمينة مثالي دعم فكرة الكاتب ذكرت سيدتي هنا ولد سنة 46 و700 ألف وتمفي سنة 28 و800 ألف وفي الثالثة والسبعين أصابه صمم فقرر العزلة في الريف بعد أن عاش أهوال الحرب الإسبانية الفرنسية ولتجاوز حالة الدعر رسم أربع عشرة لوحة طبعا في هذه اللوحات جسد حالات القلق والمخاوف الإنسانية عامة وتميز تلك اللوحات بطبيعها التشاؤمي حتى أنها عرفت باللوحات السوداء طبعا هذا شخص عاشه فنان هو فنان طبعا مرهف الحسي عاش فترة حربين فترة غزو العدو الفرنسي بقيادة نابوليون بونابارت إسبانيا وشاهد عن كثب هذه الويلات الضحايا ما اقترفه العدو الفرنسي في الشعب الإسباني وطبعا نقل ذلك بكل ربما تشاؤم بكل حزن يعني هو صور هذه المأساة التي عاشها اخترت هذا المثال سيدة مهى لتوضيح فكرة الكاتب الكاتب يقول من خلال الرسم يسيطر الإنسان على القلق والتوتر اخترت أن تذكري أمثلة للوحات شهيرة لفنانين حتى يتعرف التلميذ فضلا عن النص الذي يبدو لنا مجردا لأنه على سيلة بعلم النفس اخترت أن تكون هناك لوحات تجسد هذه الأعمال وتجسد هذه الأفكار التي ذكرت فيما سبق لتقرب الصورة من التلميذ من المتعلم وذكر هنا عند الكاتب مصطلحان أساسيان هما القلق والتوتر ولن نغوص طويل في هذين المفهومين لأن لهذين المفهومين علاقات بعلم النفس وليس التلميذ مؤهلا لفهمها الآن وإنما ذهبنا في ذلك إلى فهم لغوي أول نعم فالقلق هو حالة نفسية تتمثل في تضافر عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية لخلق شعور بالخوف والجزع أما التوتر فهو شعور بالإجهاد والضغط ويسبب أمراضا في القلب خاصة يعني التوتر أقوى درجة من القلق إذن ثم تتدرج من حالة شعورية نفسية الأولى إلى حالة مرضية من القلق إلى التوتر وسنرى كيف يمكن للفن أن يخرج المريض من حالات يعني هذه الوظيفة سنراها في آخر النص نعم ينتقل الكاتب في الوحدة الأولى من الخاص إلى العام من فن الرسمي إلى الفنون عامة أقر الكاتب أن الفنون باختلاف أشكالها تشترك في وظيفتين الوظيفة التعبيرية للفنون أي أن نعبر بالفنون عن انفعالات النفسي ورغباتها وخيالاتها إذن الفنون تمكننا من التعبير التعبير عن رغباتنا عما بداخلنا عن الدخيلة داخلة الإنسان عن خيالاتنا ما نتصوره ما نتمثله ثم عن انفعالاتنا حالات الجزع حالات الانفعال حالات الغضب إذن هذه لوحة المقاومة لفرانسيسكو جويا فترة العزلة إذن هذا هو العدو لوحة شهيرة أي لوحة شهيرة طبعا حتى أن هذا الشخص الذي صوبت نحوه بندقية العدوي شبه هنا بالمسيح لأنه يرفع يديه الوظيفة التنفيذية المقصود هو الحد من فعالات النفس بالتخلص من هذا الشعور وتعويضه بالراحة النفسية حجة الكاتب لدعم فكرته حجة واقعية تتمثل في ظهور تخصصات جديدة في مجال الطب تعرف بالعلاج بالفن وقد ذكر في ذلك أمثلة لكن الكاتب وإن ذكر فإنه غفل عن أن يذكر أمرا يعلمه التلاميذ التلاميذ في الثامنة أساسي تعرضوا إلى نص في محور أعلام ومشاهير وتحدثوا عن الرازي نعم عن أبي بكر الرازي هذا الرجل الذي اعتمد في منتصف القرن الثالث هجريا الغناء والتنغيمة على آلة العود لعلاج مرضاه وتسكين الآلام في الواقع هو في البداية لم يكن يعالج مرضاه كان موجودا بمحض الصدفة عند صديقه الصيد لني كأغلب الاكتشافات العلمية طبعا نعم وتفطنا إلى أن المرضى الذين كانوا ينتظرون الدواء كانوا يتأثرون تأثيرا إيجابيا عند سماع إلة العود نعم فوصل في ذلك ولعلى ذلك هو الذي دفعه فيما بعد إلى أن يتخصصه في التبن طبعا أمثلة عن الوظيفة التنفيسية في الفنون فن الشعر يقول أبو القاسم شاعر هنا متحدث عن شعره شعري نفاثة صدري إن جاش فيه شعوري ونحتاج إلى كلمة جاشا يجيش جايشانا ووزن فعالان الذي يفيد التدفق الحركة والإفتراب التدفق تدفقت الأمواج تلاطمت وهنا جاشت في نفسه نعم في داخلته اضطربت من حزن أو خوف طبعا وبالشعر بهذا الفن القولي استطاع إخراجها وغايتنا من ذكر هذا هو لا تفاضل بين الفنون لكل انخياره صاحب النص اختار أن يتحدث أساسا عن فن الرسمي وتحدث عن بقية الفنون اخترنا أن نثري النص بأمثلة أخرى من فنون أخرى لنعبر عن هذا التشابه والالتقاء بين جميع الفنون تأليف الوحدة الأولى مدار تحليل النص منذ البداية على سلة وطيدة بالتحليل النفسي إذ تتبع الكاتب مختلف الوظائف من زاوية علاقة الفنون عامة وفن الرسمي خاصة بما هو نفسي فقد ذكرنا ذلك السيطر على الموضوعات والأشياء التي تهدد حياة الإنسان والتعبير عن الرغبات والخيالات ثم التنفيس عن الانفعالات هي مسائل بالأساس نفسية الوحدة الثانية مميزات الرسمي ووظائفه نبدأ بالجانب الفني المؤشرات اللغوية المعتمدة لتعرف فن الرسمي وتحديد مميزاته ووظائفه اعتمد الكاتب جملاً اسمية إن الرسم هو يكون العمل الفني تجيعاً للذات فيه حرية وتلقائية فيه يمكن إعطاء شكل وصورة الرسم هو نوع من اللاعب ثم اعتمد التعليل كي يسيطر كي يؤكد فالتأكيد بإن ثم ختم بالنفي نعم والجمال الاسمين باب التذكير نعلم أنها تعتمد عادة في التعريف في التعريف طبعاً نعم لتعريفي فن الرسم روح الكاتب بين مميزاته إذن مميزات فن الرسم بالرسم يبدع الفنان الأشكال والصور الحسية الرسم والعبارة للكاتب هو استعمال منظم للخيال والحلم فالرسم حرية لا تدركها النفس البشرية باللغة ونذكر هنا بنص توفيق بكار يريك ما لا ترى قد تعجز اللغة أحياناً فيحتاج الرسام إلى الرسم ليعبر عما يجيش في نفسه من مشاعر مختلفة لكنها تدرك بالصورة واللون والأشكال والرموز معذرة طبعاً عندما ننعت هنا الرسم بكونه منظم أؤكد على أن الرسم ليس عملاً اعتباطياً له قوانين تخصه له ضوابط يعني ليس كل إنسان مؤهل أن يرسم ويعتبر ما رسم إبداعاً فنياً نحن نسمح لهذا أو للتلاميذ بأن يبدعوا في هذا الرسم نعم باعتبار أن الكاتبة نفسه يقسم إلى الرسام الهاوي والرسام المحترف ويخصص لذلك جزءاً نعم في الرسم إذن حوار مستمر بين اللوحة والرسام حتى يكتمل العمل الفني نهائياً في الرسم استعمال للأدوات بمهارة والرسم نوع من اللعب بالمعنى النفسي الكاتب اختاره هنا بالمعنى النفسي يعني لأنه نوع من التنفيس الألعاب في علم النفس وليس هذا اختصاصي ولكن عندما نشاهد ونطالع يعتمد أحياناً المحلل النفسي جملة من الرسوم ليتفهم وضعية المريض أو يقدم له الأوراق ليرسم ليفهم ليشخص حالته نعم إذن الرسم هو نوع من التعبير عن الذات عن النوازع الدفينة الموجودة في الإنسان وضعف وضعف فن الرسمي وظيفة الرسمي التعبيرية بالفن نعبر عن ما يوجد في أعماق النفس البشرية من مكبوتات ما معنى مكبوتات؟ إذن أنا بحاجة إلى أن أفهم كلمة مكبوتات نعم إذن كبت يكبت كبتاً فهو كابت واسم المفعول مكبوت حبس شهوته وأمسكها وحال دون ظهورها والمكبوتات هي صراعات داخل النفس ورغبات كريهة يقوم الوعي بنقلها إلى اللاوعي حماية للنفس وخفضاً للتوتر والقلق يعني العملية هنا ليست عملية سهلة كما يبدو إذن ثمت نعت هنا رغبات كريهة بمعنى يريد الوعي الوعي باعتبار أنه يحقق توازن الإنسان ويحقق ربما هيبته ويحقق ربما الجانب الاتزان فيه إذن يرسلها إلى اللاوعي لأنه يخشى على النفس من تأثيراتها ولذلك يعني باب التفسير البسيط الأنا وهو يمثل الضمير يكبت هذه المشاعر الموجودة في الهوى من خلال الضمير الأعلى وفي حالة النوم ولذلك يذكر الحلم تنخفض حدة الرقابة والسيطرة من طرف الآن الأعلى فهذه المكبوتات تخرج في أشكال رمزية تتمثل في الحلم الذي يمكن اعتماده طريقة ما لفهم نفسية المريض النفسي نعم إذن يمكننا الرسم من الإفساح عن خفايا النفوس وعن رغباتها وعن مخاوفها لأن الإفساح والتعبير يمنحاننا فرصة التعرف إليها لتجاوزها إذن هذه الخفايا نحن بحاجة إلى أن نفسح عنها ننفس عنها نعم ننفس التنفيس التنفيس نعم حتى نجد لها علاجا نعم هذا التفسير يحيلنا على الحجة التاريخية التي اعتمدها الكاتب أولا في أول النص نعم الإنسان البدائي يرسم صورة الحيوانات المفتريسة ليتغلب عليها نعم أو يسيطر عليه نعم نعم سيدتي وظائف أن الرسم متعددة انتلاق من النص ذكر الكاتب أمثلة مختلفة من الوظائف أولا تجيع الذات وتقويتها ودعمها ثانيا تعبير عن مكونات النفس ومكنوناتها وعن آلامها وخيالاتها إذن بالفن نستطيع أن نعبر نعبر عن كل هذه الأشياء ثالثا تجسيد لما لا يمكن الحديث عنه في كلمات بسبب الإنفعالات الشديدة أو التناقضات أو الفوضى نذكى دائما بالنص الذي سبق للتلاميذ أن شاهدوه يريك ما لا ترى إذن الرسم قادر على ذلك قصور الكلمات أحيانا أحيانا عن إدراك ما بداخل النفس نعم وربما نجاح الفنون وخاصة فن الرسم في إخراجها والتنفيس عنها والتنفيس عنها رابعا حوار مستمر شعوري ولا شعوري بين الفنان واللوحة ثم علاقة بين تفعولية تفعولية طبعا لاعب بالمعنى النفسي الذي أسلفنا ذكره وأخيرا الترويح والتسلية والتسلية الوظيفة التعبيرية مفرد في صيغة الجمع ما المقصود بمفرد في صيغة الجمع؟ يبدو لنا أنها وظيفة واحدة ولكننا إذا ما تأمننا النصة وجدنا أنها تعبر عن أكثر من وظيفة إذن وظيفة التعبيرية تنقسم إلى أقسام إلى أصناف أخرى واحد تعبر عن الفرد مشاعر وأفكار ثانيا تعبر عن روح الشعوب وهويتها بالنسبة إلى التعبير عن روح الشعوب وهويتها المثال الذي قدمناه منذ حين للمقاومة الإسبانية هو مثال على ذلك نظال الشعوب نعم وهذه قولة في الأساس هي للفيلسوف الألماني هيكل الأدب لطالما كان نقدا لواقع موجود والفنوم بصفة عامة ورصدا لأسقامه قصص للتغيير والإصلاح وإعادة البناء وهنا نتذكر المدرسة الرومنطقية يعني أفترض أن جميع التلاميذ قد تناولوا مجموعة من النصوص المتعلقة بجبران أو مخاين وعيمة خاصة نص البنفسجة الطموح مثلا في محور أحلام ومطمح في الثامنة أساسي والسؤال الذي لطالما يترح ما هي الغاية التي تسعى الرومنطقي إلى تحقيقها يلخص ذلك خليل جبران في كلمة يقول أميل إلى الهدم ميل إلى البناء الرومنطقي موقف فني يقوم على نقد الواقع بإبراز عيوبه ومحاول تقديم بديل آخر مختلف ثم بعد ذلك نعم قبل أن نمر نعم أريد أن أبسط أكثر بذكر مثال قريب من ذهني المتعلمي يتعلق بالنص السردي بالأقصوصة تحديدا لو عدنا إلى مثلا تلميذ السابعة يدرسون في محور الحي العم بخير أقصوصة من أقصوصات صحيح الدعاج 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 طبعا اللسيقة بالواقع الواقعية أيضا طبعا كل طيار أدبي يأتي ليهدم مباناه الطيار الآخر طبعا الواقعية جاءت بعد الرومنطقية يعني هنا كل مذهب أدبي كل طيار يأتي ليرصد الواقع أولا ثم يحاول إصلاحه وإعادة بنائه وفق وفق رؤية ما رؤية جديدة فتسفية خاصة به ثم الأدب السينما الأغاني الفنون تعبر عن طموح البشرية وتبشر بعالم جديد مثال رواية الخيال العلمي يعني عندما فكر الإنسان والتلميذون مغرمون بهذه الأفلام نعم وعندما فكر الإنسان لأول مرة في أن يصعد إلى القمر كانت هناك أفلام تعبر عن ذلك أو الحياة على سطح كوكب آخر أفلام الخيال العلمي قد تسمح وقد سبحتها قد بأن يكون العالم بعد ذلك ينجز ما يسبح فيه الفنان فهذا يحلم وهذا ينجز وينفذ المعجم أساسه التقابل بين الوظائف تصريحا وتلميحا وهنا نقصد بالتلميح الإضمار الإخفاء إذن هناك في النص هناك تعبير عن أمرين اثنين الفن هو آلام تعبير عن آلام المعاناة الجهة وأيضا ترويح وتسليت من ناحية أخرى هو تجسيد المحسوس المنظم لمعنى ما في لوحة تقابلها مشاعر ورأينا ذلك وانفعالات أساسها الغموض والفوضى طبعا المحسوس هنا هو شيء مرئي شيء يشاهد مجسد في حين أن هذه الانفعالات هي غامضة لأنه لا نرى وهنا نرى تعدد الوظائف المتناقضة التي يمكن للفنون عامة وفن الرسم خاصة أن يعبأ بها ويجسدها تجسيد ملموس لخيال ما أو للخيال بصفة عامة ففكرة ما قد يسبح صاحبها فيها خيالا يمكن أن يجسدها العمل الفني خاصة فن الرسم أخيرا قدرة على التعبير تتفوق على قدرة اللغة والكلام على الإبلاغ والتواصل إذن هذه اللوحة ليا النرويجي إدوارد ماونك وهو أحد مؤسسي الحركة التعبيرية لاحظوا هذه الألوان والوجه هنا كأنه هو جمجمة أي جمجمة ربما تصور لنفسه بعد الموت هذا ما قيل عن اللوحة طبعا الجسر ثم هذه الألوان البحر الأسود لاحظوا الألوان القاتمة هنا طبعا هي لوحة فيها ربما تعبير في الواقع هذه اللوحة تعد ثاني أشهر لوحة بعد الموناليزة آه نعم طيب أعلم هذه اللوحة ولكن أعلم عنها الكثير وعنوانها الصرخة الصرخة نعم الوظيفة التنفيذية العلاجية لفن الرسمي يمنح الرسم الفرد إحساسا بالإسترخاء ويروح عن النفس ويسليها ويجعلها تستعذب لذة الانتصار والشعور بالفاعلية والجدوى يعني هنا الإنسان يشعر بقيمة الذات من خلال الفنو يحول الرسم المتناقضات والغوامضة وكل ما شاق على النفس فهمه وإدراكه إلى صور مرئية واضحة المعالمين أسلفنا ذكر ذلك وتفسيره نعم إذا عبرنا بالرسم بحرية وتلقائية عن آلم النفس ومعاناتها وخيالاتها نتجاوز الوظيفة التعبيرية لنحقق الوظيفة التنفيسية التي ذكرها الكاتب نعم إذ يمكننا الرسم من تنظيم الفوضى التي تزحم بداخلنا وتقلقنا لنشكلها باللون والرمز بطريقة فنية منظمة ومن هنا نفهم قول الكاتب الرسم هو استعمال منظم للخيال والحلم نعم إذن هو استعمال منظم للخيال والحلم إذن هذه إحدى لوحات فنغوغ المنفذة داخل مساحة سان ريمي أثناء تلقيه العلاج وهو رسم يجسد العلاج بالفن في الواقع فنغوغ منذ صغر سنه كان يعاني أمرضا نفسيا نعم ثم طبعا أضطر إلى أن يدخل مساحة ليتلقى علاجا لأنه مصاب بالصراعي وبمرض ثلاثي الأبعاد أو يعني هو مرض نفسي يعني اضطرابات عديدة بعد دخول هذه المساحة وتلقيه العلاج تحول إلى مقعد تقريبا لكن عندما يستفيق في بعض الأوقات من هذا الداء الذي كان يعاني منه كان يدعو أخاه إلى أن يحضر له أدوات الرسم وفي هذا المكان المساحة يعني رسم أفضل لوحاته يعني الحصاد هذا الرسم أيضا معروف جدا يعني هنا أردنا أن نقول حتى في حالات المرضي حتى في أقصى حالات ربما المرض نفسي يعني المرض نفسي هو كان يخلط بين الواقع والحلم أي احتاج إلى الرسم حتى ينفس به ويعبر ويعبر نعم ويعبر عن ذاته إذن استنتاج ما هو الرسم هو فن قديم ذكرنا ذلك نشأ مع الإنسان منذ بدايته وهو شكل من أشكال الفنون المرئية الفنون التشكيلية عموما وهو رابع هذه الفنون النحط اتباع الفن الجداري الفسيفوساء يعبر الرسم عن أحاسيس الفنان المتباينة مستخدم من الألوان والأشكال والخطوط بواسطة الأقلام والشمع والألوان المائية والزيتية وهي الوسائل التي يحتاجها الفنان ويعتمدها التلاميذ أيضا في المدرسة ويعتمدها التلاميذ نعم في حصة الفنون التشكيلية نعم نحن هنا أردنا أيضا أن نثري هذا النص بالإشارة إلى بعض المدارس بعض المدارس التشكيلية نحاول أن نفيد تلاميذنا بهذه المدارس وبعض مذاهبها بكثير من التبسيط نعم بتبسيط لن ندخلها في الجزئيات إذن المدرسة الأولى هي السوريالية يعبر فيها الفنان عن الأحلام وما تطويه الذاكرة المدرسة الثانية هي التجريدية فيها يعبر الفنان عن الطبيعة من خلال رؤية تقوم على تجريد الطبيعة مما هي عليه والتجريد هنا التعرية نعم مفهوم التعرية مفهومة أبسراكسيون نعم نعم ثم بعد ذلك المدرسة الدادائية من المدارس المنقارضة اهتمت برسم الأمور المهمة شاف المجتمع هناك نص في الكتاب لمزيد الإصراء نعم الدادائية والسريالي وتتحدث عن أسباب وظهور هذه المدرسة بسبب عزمة الحرب العالمية الأولى نعم وفقدان المعنى في تلك الفترة المدرسة الرمزية تدعو إلى التعبير عن الواقع باعتماد الرمز وليس بمحاكاة الطبيعة المدرسة الانتباعية يعبر روادو عن الطبيعة ويصورونها من خلال أحاسيس من داخلية ولا يفترض بهم أيضا أن يكون الرسم هو أيضا محاكا للطبيعة المدرسة الواقعية هي تصوير للواقع والطبيعة بكل التفاصيل دون تغيير أو مجامل كان هذه المدرسة هي نقيب المدرستين السابقتين وكأن الرسامة هي تشبه إلى حد بعيد هنا لأنها تنقل بوفاء ما هو موجود على سعيد الواقع حتى أنها تشبه التصوير الفوتوغرافي نعم 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 كان ما هي سورة فوتوغرافية كان ما هي سورة فوتوغرافية دور الفناني ووظيفته في المجتمع تترق إلى هذا الكاتب في آخر النص في النص مقابلة بين الفناني والإنساني العادي إذن أسندت للأول أفعال دلة على التمييز والقدرة على الفعل يستطيع أن تكررت مرتين يستطيع أن يعبر ونفهم ضمنيا أن غيره قاصر عن إدراك الفعل الحقيقي الذي يصنع التمييز إذن الفنان قادر والإنسان غيره عاجز إذن هو قاصر قاصر نعم عن أداء ذلك المعنى ثم شبه الكاتب الفنان بالسحر والمشعوذين ووجه الشبه بينهما هو حسب ظننا القدرة الخارقة على تغيير الموجود لإدراك المنشود وهو تغيير قد لا يصل إليه إلا القلة من المحترفين طبعا هنا المنشود هو شيء ربما في خياله ننشوده نصب إليه نطمح إليه نعم هو هدف هي أهدافنا نعم هي أحلامنا هي مطامحنا نعم هكذا تتضارب أراء الناس في تقدير منزلة الفنان وقد ذكر الكاتب ذلك بالصريح العبارة في أخير النص فقسم الناس إلى الشقين المتقبل هنا المبدع المنشئ والفنان وهو ينشئ عملا ما قد يتلقاه المتقبل بطريقتين متنقذتين الشق الأول هو يجله ويعتبره مبدعا مصلحا كائنا متميزا مميزا أو مميزا وشق ثانا يسفه ويعتبر ما يقدمه للمجتمع خارجا عن الضوابط والأخلاق العامة وهذا خاصة إذا ما خرق الفنان قواعد الفن السابق وحاول أن يرسم لنفسه طريقة جديدة في الفن فكل مبدع إذا ما أراد أن يرسم مصارا جديدا واجه من هؤلاء الناس طبعا ردودة فعلا مختلفة وقد تكون مصفها لأعماله نعم إذن تأليف للوحدة الثانية شكلا الضمائر المعتمدة في الوحدة الثانية نوعاني إذن خاصة وهو ضربان الفنان باعتباره منشئا للعمل الفني وهو في النص هاون ومحترف نعم النوع الثاني سنفاني أيضا المتقبل مشجع ومسفه ذكرنا ذلك نعم العامة الضمائر العامة هو الإنسان عامة وذكر ذلك في القسم الأول من النص الكاتب يترصد من خلال عمله لأن اختصاصه كما قلنا هو عالم نفس نفسي نعم إذن الأثر النفسي للعمل الفني عند الضمائر المختلفة المنشأ والمتقبل المنشأ قد يكون مفردا أو جماعة المتلقي أو المتقبل أيضا للأثر قد يكون مفردا أو جماعة وعلاقات التفاعل التي تحدث بينهما إذن علاقات التفاعل في الأثر الفني نوعان علاقة التفاعل بين الفنان وذاته تعبير تنفيس تجسيد تخفيف تأكيد للذات تحويل للغامض والمتناقض إلى عمل محسوس ومفهوم رجوع إلى مراحل الطفولة وذكرياتها المتنوذة وهذه عبارات من النص ذكرها صاحبها وأيضا رجوع واستثمار للأحلام قد ذكرها أيضا الكاتب ولكن لم نود التركيز عليها لأنها على سلة باختصاص وهو علم النفس ولكن هذه الوظائف المختلفة من التعبير إلى التخفيف إلى التخفيف ثم تمشن واضح هنا من الفعل إلى الوصول إلى الوظيفة التنفيسية للفن من الوظيفة التعبيرية إلى التنفيسية إلى الوظيفة التنفيسية إلى التحويلية التحويلية هنا الإبداع بي إذن علاقات التفاعل بين الفنان والواقع إعادة إنتاج واقع الفنان الذاتي وواقع ما حوله برؤية فنية جمالية جديدة أو والكلام للكاتب محاكاة للطبيعة أو خلق أعمال وإبداعات تقارب السحرة وتخرج عن المألوف والمعهود نعم والمعتاد إذن تأليف عام للنص تكمن عظمة فن الرسم في تأليف الرسام بين ما هو في الواقع وما هو منشود في خياله غالبا ما ينطلق الفنان من الواقع لكنه يتجاوزه ليؤسس مشهدا جديدا يصوره في رؤية فنية وشكل جذاب ساحير لهذا خلدت أعمال فنية أسماء مبدعيها واستقطبت الباحثين والنقادة وهذا دليل قاطع على أن الرسم ليس عملا اعتباطيا بل هو إبداع يشترط دراية بالأشكال والألوان والأضواء والظلال فهو إذن إبداع مقنن ومنظم فضلا عن المضمون الذي قد يختار فيه الرسام أن يستحدث موضوعا جديدا يعني يواكبوا ربما عصره ويواكبوا سيدتي شكرا لك شكرا لك أيضا هذا العمل من تقديم الأستاذة مهال فقاير والأستاذ نبيل عرفاوي نأمل أن نكون قد أفدنا تلنيذنا وشكرا للجميع ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر